اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قرر تمديد فترة الانتقالات نزولا لطلب مجموعة من الاندية المغربية التي ترغب في انهاء اجراءات القانونية ودفع مصحقات لاعبها ومن جهة اخرى فان الوداد البيضاوي مقبل على اجراء العديد من التغييرات داخل القلعة الحمراء سيما الخطوط الهجومية تعاني من ضعف كبير بالنسبة للمحترفين المغربة خارج البطولة الوطنية اعترف عادل تعرابت اللاعب الدولي السابق انه مضمن على الملاهي الليلية طيلة الموسم قبل ان يستوعب مخاطر تصرفته الصبيانية التي جعلت منه لاعبا غير مرغوب فيه لدى جل الاندية وافد تعرابت في حوار صحفي انه لم يعمل بجد ابدا كما يعمل حاليا رفقة ناديه الجنوال ايطالي وهو ما جعله يشعر بانه لعب احترافي للمرتية الاولى بعد سنوات قضاها بعالم المستديرة وتبع قائلا كانت اول مباراة حقيقية في غضون عامين تقريبا لعبت تسعين دقيقة وشعرت بانني افضل لذلك كان من الضروري تقديم الشكر للمدرب وزملائي دوليا كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لكرة القدم اليوم الثلاثة عن تجديد عقده مع الفريق الملكي دون الكشف عن تفاصيل اضافية فيما يخص العقد الجديد واكد زيدان في تصريح لوسائل اعلام اسبانية انه جدد عقده مع ريال بصفة رسمية بعدما قدم مستويات جيدة رفقة الفريق الملكي وقام ريال مدريد بتمديد عقود عدة لعبين اخرين خلال الاسباع الاخيرة من بينهم اسكو ومارسيلو وداني كرفخال بهذا وصلنا نهاية الموجز الرياضين اشكركم على المتابعة وإلى اللقاء